اهلا وسهلا بكم عزيزي طالبات وطالبات الصف السادس الابتدائي بنقدم لكم مادة الرياضيات تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم تعالى النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنتناول موضوع وهناستكمل الموضوعات اللي احنا ابتدناها بعنوان المعادلات والمتباينات يا طرى النهاردة هنشتغل ايه هنقدم لكم ازاي تحل المتباينة من الدرجة الاولى في مجهول واحد تخد بالك ان احنا خدنا طريقة من طرق حل المتباينة من الدرجة الاولى في مجهول واحد بس باستخدام مجموعة التعويض النهاردة هنحل المتباينة برضو من الدرجة الاولى في مجهول واحد بس من غير ما يدينا مجموعة اسمها مجموعة التعويض هنستغنى عن مجموعة التعويض ونحل المتباينة بتاعتنا امتى هنشتغل بالطريقة اللي فاتت قلنا لما يكون مدينا متباينة زائد مجموعة التعويض هو هيبقى السؤال صريح كده مدينا متباينة ومجموعة التعويض وإحنا نبتدي نحل وهنبتدي ننقي مجموعة الحل من مجموعة التعويض دي يعني مفيش حل عندنا هيخرج أو هيطلع برة مجموعة التعويض إنما النهاردة هو هيدينا المتبينة ويقول لي حلها فطه حلها فصاد بس مش هيدينا مجموعة تعويض محددة مش هيدينا أربع عناصر خمس عناصر ننقي منهم لا ده أنا معايا الأعداد اللي فطه كلها معايا الأعداد اللي فصاد كلها طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الخواص اللي احنا هنستخدمها أثناء حل المتبينة ففي عندي حاجة اسمها خواص التباين في طه وصاد قلنا في المعادلة بنقول خواص التساوي إنما هنا التباين قلنا كلمة التباين يعني الاختلاف يعني عدم التساوي عندي الطرفين بتوعي في طرف أكبر من طرف في طرف أقل من طرف إنما مش بيساوي بعض طيب يا ترى أول خاصية هتبقى إيه خاصية الإضافة والحسف الشابة الخواص اللي كانت عندنا وإحنا بنتعامل مع المعادلة طيب تعالوا نشوف فيه فرق ولا الدنيا زي ما هي بنقول إذا كان ألف وبيه وجيم ثلاثة أعداد في طه أو في صاد وقلنا لما يقول في صاد صاد بتشمل طه يبقى اللي ينطبق على صاد كده كده هو بينطبق على طه طيب ما لهم التلاث أعداد دول إذا كان ألف أكبر من به آدي المتباينة بتاعته في طرف أكبر من طرف ألف أكبر من به طيب هنعمل إيه؟ تعالوا نضيف العدد جيم للطرفين يبقى ألف هيظهر جنبها جيم وبه هيظهر جنبها جيم بالإضافة يبقى هنضيف عدد جيم للطرفين قلنا ما ينفعش نعمل الحكاية دي في طرف واحد بس لازم الطرفين طيب هيبقى الشكل بتاعي ألف زائد جيم أكبر من به زائد جيم طيب حيث جيم عدد موجب أو عدد سالب يبقى لو كان الجيم ده اللي إحنا هنضيفه سواء موجب أو سالب القصة هتبقى إيه إن إحنا بنضيف الطرف دوت بنحط له أو بنزود جيم والناحية الثانية بنزود جيم وخد بالك من حاجة إن علامة التباين أو علاقة التباين واللي هي علامة أكبر من هنا قدامي فضلت زي ما هي طيب تعالوا نشوف خاصية الضرب والإسم نشوف خاصية الضرب والإسم نتكلم عن الضرب طيب بيقول لي إذا كان ألف وبيه هو جيم أعداد صحيح وكان ألف أكبر من به خد بالك بقى من اللي جاي جيم أكبر من صفر نقصد إيه بجيم أكبر من صفر نقصد إن جيم عدد موجب عدد صحيح موجب طيب تعالوا نمسك العدد جيم ده اللي هو الموجب ونبتدي نضرب الطرفين في جيم أو نقسم الطرفين على جيم طيب إيه اللي هيحصله قالك يبقى ألف جيم أو لما نضرب ألف في جيم قلنا ممكن نشيل علامة الضرب تبقى ألف جيم أكبر من به جيم ركز علامة التباونة غيرت لا زي ما هي أكبر منه طيب لو جينا أسامنا طيب نكمل الأول الضرب لو ألف أكبر من جيم بس المرة دي بقى جيم كانت أقل من زيرو أقل من صفر جيم أقل من صفر يعني إيه جيم أقل من صفر يعني جيم ده عدد صحيح سالب طيب تعالوا نمسك بقى العدد الصحيح السالب ده ونضربه مرة في ألف ونضربه مرة في جيم بص كده المفاجه هتبقى ألف جيم أقل من به جيم ده إيه اللي حصل إحنا ضربنا الطرفين في جيم مفيش مشاكل بس اللي حصل إن العلاقة بتاعت التباين أو علامة التباين اتغيرت كانت أكبر من بقت أقل من طيب ولو كانت أقل من تبقى أكبر من طيب لو كانت أقل من أو تساوي تبقى أكبر من أو تساوي وهكذا يبقى العلامة أو العلاقة بتاعت التباين هتتعكس لو ضربنا الطرفين في عدد سالب طيب تعالى نشوف الاسمة نفس القصة عندي ألف وبيه وجيم أعداد طبيعية أو أعداد صحيحة اللي اتنين مش هتفرق طيب هنضرب في جيم ألف جيم بتساوي به جيم جميل أو أقل من به جيم تعالى بقى دلوقتي هنعمل إيه هنقسم احنا جايين دلوقتي نعمل عملية اسمة هنحزف الحاجة اللي احنا مش عايزينها بالاسمة فهنقسم على جيم بس بشرط أو الجيم في الحالة بتاعتنا ديت اللي هنتكلم عليها عدد موجة بعرفنا منين عشان هو بيقول جيم أكبر من صفر طيب هناخد الطرف الأيمن ألف جيم ونقسمه على جيم والطرف الأيصر اللي هو به جيم ونقسمه على جيم طيب إيه اللي هيحصل الجيم هتتكنسل مع الجيم اللي فوق مع اللي تحت في الطرفين هيتبقى لي هنا ألف وهيتبقى لي هنا به وألف أقل من به حصل تغيير في علامة التباين برضو إجابة لأ يبقى لما أسمنا على عدد موجب علامة التباين زي ما هي أو علاقة التباين زي ما هي طيب تعالوا نعمل نفس القصة بس نخلي الجيم عدد أقل من صفر يعني عدد صحيح سالب يبقى أنا هقسم الطرفين بتوع المتباينة بس على عدد سالب عدد صحيح سالب نقسم الألف جيم على جيم ونقسم البيه جيم على جيم طبعا الجيم هتروح مع الجيم هيتبقى هنا ألف ويتبقى في الطرف التاني به بس إيه اللي هيحصل هتبقى الألف أكبر من به ركز إيه اللي حصل في علاقة التباين اتعكست كانت أقل من بقت أكبر من ولو كانت يعني أكبر من تتقلب تبقى أقل من وهكذا يبقى إحنا أخد بالك كده بنقلب علاقة التباين للعكس من أكبر لأصغر أو من أصغر إلى أكبر في حالة الضرب في عدد سالب طبعا ضرب الطرفين أو اسمت الطرفين على عدد سالب طب لو أضفنا عدد سالب أو طرحنا عدد سالب لا ما بيحصلش أي تغيير في علاقة التباين يبقى أخد بالك كده فيه جرس يرن لما أجي أبتدي أضرف في عدد سالب أو أقسم على عدد سالب الكلام ده فين؟ في المتبينات في المتبينات فقط الكلام ده ما كانش بيحصل وإحنا بنعمل أو بنعرض حل المعادلة طيب تعالا نشوف كده الملاحظات بتاعتنا قبل ما نبتدي نشوف الأمثلة يمكن تلخيص العمليات الأربعة اللي هما بقى الجامع والطرح أو الإضافة والحسف والضرب والإسمة سواء فطه أو فصاد على المتبينات فيما يلي ركز معايا يمكن إضافة عدد سابق إلى طرفي المتبينة دون أن يتغير اتجاه نقصد اتجاهها بإيه؟ بالعلاقة بتاعت التبين اللي هي العلامة اللي هي بتاعت أكبر وأصغر ما تتغيرش لو أضفنا عدد سابق للطرفين العلامة دي ما تتغيرش يمكن طرح عدد سابق من طرفي المتبينة دون أن يتغير اتجاه بس بشرط أن الطرح أو عملية الطرح اللي أنا عنعملها تكون ممكنة مع وساعات بنحل في طه وفي عمليات طرح في طه غير ممكنة زي مثلا تلاتة ناقص خمسة دي غير ممكنة في طه مش عارف أحلها وأنا في طه يبقى لو العملية ممكنة سواء إضافة أو سواء طرح جمع أو طرح العلامة بتاعت التبين أو علاقة التبين ما بتتأثرش لو المسألة فيها علامة أكبر من بتظل أكبر من العلامة أقل من بتظل أقل من طيب تعالوا نشوف العمليتين التانين يمكن ضرب أو اسم الطرفي المتبينة سواء بقى هنعمل في أو على عدد سابق موجب خد بالك إنه موجب دون أن يتغير اتجاه علامة التبين يبقى لو ضربنا في عدد موجب أسمنا على عدد موجب العلامة بتاعت التبين مش هتتغير هتفضل زي ما هي أما لإمتى تتغير يمكن ضرب أو اسم الطرفي المتبينة في أو على عدد سابق سالب سالب هو بقى مع تغيير اتجاه علامة التبين يبقى العلامة هتتعكس هتتغير من أكبر إلى أقل أو من أقل إلى أكبر في حالتين اتنين زي ما قلنا ودول مهمين قوي ولازم أخد بالي منهم وأنا بحل المتبينة وأنا بضرب في عدد سالب أو وأنا بأسم على عدد سالب طيب تعالا نشوف المثال الأول بتاعنا بيقول اوجد مجموعة حل المتبينة سين زائد أربعة أقل من سبعة حيث سين ينتمي لطه ثم مسل مجموعة الحل على خط الأعداد يبقى أنا عندي متبينة هنبتدي نحلها فين في طه بعد ما تحلها تعالى إيه مسل الحل بتاعك ده على خط الأعداد اللي احنا نعرفه طبعا ممكن أستعمل خط الأعداد بتاع مجموعة الأعداد الطبيعية لأن أنا بحل في طه طيب تعالى نبتدي الحل أول حاجة هنكتب طبعا المتبينة زي ما كنا بنعمل وإحنا بنحل المعادلات سين زي 4 أقل من 7 طيب احنا عايزين دلوقتي نعمل إيه هدفنا إيه هدفنا إن احنا نخلي السين اللي هو المجهول اللي هو الرمز يبقى لوحده في الطرف الايمن والطرف الايصر يبقى فيه العدد اللي احنا بندور عليه زي ما هنشوف دلوقتي في المتبين طيب يبقى أنا عشان أخلي السين لوحدها اللي هي في الطرف الايمن أنا عايز أطرد من جنبها المجاب أربعة أو عايز أبتدي أكانسل المجابة 4 دي طب نعمل ايه نستعمل عملية الحزف او خاصية الحزف فهنعمل ايه هنقول بطرح العدد 4 من الطرفين اللي هو الحزف هنطرح 4 من الطرفين يبقى الطرف الايمن هيبقى سينزا 4 ونحط له جنبه كده ناقص 4 والطرف الايصر 7 ونحط جنبه ناقص 4 طب والعلاقة بتاعت التباين او علامة التباين زي ما هي قلنا في الجامع وفي الطرح في الاضافة والحزف العالمة بتفضل زي ما هي لنهاية المسألة القلق كله فين في الضرب والاسمة طيب تعالا نشوف كده الخطوة دي هننفذها ازاي هتبقى سين زي 4 ناقص 4 اقل من 7 ناقص 4 طيب موجب 4 وصلب 4 يروحوا مع بعض عشان 4 ناقص 4 بصفر طب والناحية التانية 7 ناقص 4 بتلاتة فهتبقى سين اقل من 3 خد بالك احنا بنتكلم او بنحل في مجموعة الاعداد الطبيعية هي هتفرق اه طبعا هتفرق تعالا كده نشوف مجموعة الحل واحنا افطاه ايه هي الاعداد الطبيعية الاقل من 3 الاجابة 2 و1 وصفر بس طب لو احنا بنحل نفس المسألة بس افساد هيبقى هو هو الحل لا طبعا ليه لان الاعداد الاقل من 3 في مجموعة الاعداد الصحيحة مش هنقف لغاية صفر ده هتبقى 2 و1 وصفر وسلب 1 وسلب 2 وسلب 3 الى ما لا نهاية ما لهاش نهاية مجموعة غير منتهية فمجموعة الحل هتختلف لما نكون بنحل في طه عن ما بنحلها في صات عشان كده بنقول اقرى المسألة وركز فيها كويس يبقى هنا مجموعة الحل اللي ممكن نختصرها بميه من نقطة حه بتساوي ايه هي الاعداد بقى الاقل من 3 في طه 2 و1 وصفر يبقى مجموعة الحل 0 و1 و2 تعال نمثلها على خط الاعداد هنرسم خط مستقيم ونحط عليه الاعداد بتاعتنا وهنبتدي نحدد الاعداد دي فقط اللي هم الصفر والواحد والاتنين يبقى هنيجي نعمل دايرة كده صغيرة عند الاتنين والواحد والصفر طيب نشوف المثال التاني مع بعض ونشوف فيه اختلاف في الفكرة او في الحل ولا لا اوجد مجموعة حل المتبينة اتنين سين اقل من سالب 8 ومثلها على خط الاعداد اذا كانت سين بتنتمي لطه وسين بتنتمي لصاد خد بالك خطوات الحل واحدة سواء بتحل في طه او صاد الخلاف او الاختلاف فين في النهاية وانت بتجيب مجموعة الحل بس انما كخطوات هي واحدة احنا عايزين نتخلص من العدد اللي جنب السين طب انا عندي المتبينة بتاعتي بتقول ايه بتقول اتنين سين ناقص 8 يبقى انا عايز اتخلص من الاتنين طب اعمل ايه هقسم على اتنين هستخدم خاصية الاسمة بالقسمة على اتنين طبعا للطرفين طب خد بالك من حاجة لو اسمنا على عدد موجب علامة التباين تظل كما هي لو اسمنا على عدد سالب علامة او علاقة التباين تتعكس هتتغير طبعا الاتنين ده عدد موجب يبقى مفيش قلق نكمل واحنا متطمنين هنقسم الطرف اليمين على اتنين والطرف الشمال على اتنين اتنين سين على الاتنين تبقى السين بقت لوحدها وده الهدف بتاعي علامة اقل من زي ما هي سالب تمانية على الاتنين فيها السالب اربعة يبقى اصبحت المتبينة بتاعتي سين اقل من سالب اربعة طيب هو بيقول لي حلها في طه وحلها في صاد هو سالب اربعة دي انا عايز الاعداد الاقل منها هل الكلام ده متاح في طه لا يبقى نقول له غير ممكنة في طه طيب بس دي ممكنة فين في صاد يبقى لما اجح اللي افطه اقول له مجموعة الحل فاي ملقاش حل ما فيش في مجموعة الاعداد الطبيعية اعداد اقل من السالب اربعة لان السالب اربعة مش موجودة اصلا في طه بالنسبة لصاد بقى اه فيه يبقى تعالى كده مجموعة الحل لو في طه تبقى فاي طيب لو فصاد ايه الاعداد الاقل من سالب اربعة سالب خمسة سالب ستة سالب سبعة الى سالب مالة نهاية تعالى نمثلها على خط الاعداد نعمل الخط المستقيم بتاعنا ونحط الاعداد بتاعتنا اللي هو الصفر وعلى يمينه الاعداد المجابة وعلى شماله الاعداد السالبة طيب خد بالك ان انا عندي هنا مجموعة الحل كلها تعتبر اعداد سالبة فما فيش مانع ان انت بدل ما تكتب الصفر في النص عشان مش هتلاقيق مكان نجيب الصفر ايه شوية ناحية اليمين نقلل المساحة او المكان بتاع الاعداد المجابة وندي فرصة الاعداد السالبة هي اللي تظهر بما ان الحل بتاعي في اعداد سالبة كتير طيب هنبتدي نعمل ايه هنبتدي نحدد السالب خمسة وممكن السالب ستة والسالب سبعة لو موجودة عندي على خط الاعداد ونبتدي نعمل ايه بقى نطلع خط كده من سالب خمسة رأسي ونعمل سهم ماشي ناحية الاعداد السالبة الى سالب مالة نهاية يعني العدد بتاعي او الحلول بتاعتي مش هي سالب خمسة وسالب ستة وسالب سبعة بس لا ده احنا مكملين الى سالب مالة نهاية ده كده التمثيل على خط الاعداد لمجموعة الحل في صاد خلي بالك احنا ملقناش حل في طاط طيب نشوف كمان مثال مع بعض اوجد مجموعة حل المتبينة سالب تلاتة سين اقل من سالب تسعة حيث سين ينتمي لصاد ومثلها على خط الاعداد ركز عشان هنا في مشكلة عندنا طيب احنا بنبتدي الحل بتاعنا ازاي بنكتب المسألة بتاعتنا المتبينة سالب تلاتة سين اقل من سالب تسعة طيب احنا عايزين نعمل ايه عايزين نخلي السين لوحدها ده الهدف بتاعي يبقى انا عايز اطرد مين او اكانسل مين او احذف مين عايز احذف السالب تلاتة طيب هي السالب تلاتة سين السالب تلاتة دي لزقة في السين كده يبقى كأن في علامة ضرب ما بينهم بس احنا قلنا ممكن ما نكتبش علامة الضرب دي طيب نبتدي نحذف السالب تلاتة دي ازاي نخلص عليها ازاي بالاسمة مدام هنا فيه يبقى نعمل العملية العكسية اللي هي اسمة يبقى انا هقول ايه باسمة الطرفين بتوع المتبينة على سالب تلاتة يقوم جرس يقعد يرن كده بيرن بيفكرك بحاجة لما ديجي تقسم على سالب تلاتة خد بالك ان علامة التباين هتتغير هتتعكس المسألة بتاعتي كانت اقل من هنيجي في الخطوة الاخيرة بعد ما نتم عملية الاسمة هتبقى اكبر من عكس الاقل من طيب يبقى اول خطوة هنبتدي نقسم على سالب تلاتة للطرفين يبقى الطرف الايمن هيبقى سالب تلاتة سين على سالب تلاتة السالب تلاتة تروح مع سالب تلاتة يتبقى سين الطرف الايصر هنقسم سلب 9 على سلب 3 طبعا سلب على سلب بموجب وتسع على التلاتة فيها التلاتة يبقى الطرف الايصر بقى 3 طيب يبقى هنقوله سين ايه بقى برافو اكبر من 3 العلامة مع ان السطر اللي قابله الخطوة اللي قابله كانت اقل من في السطر الاخير اتقلبت اقل من الى اكبر من ايه السبب لان احنا قمنا بعملية الاسمة على عدد سالب طيب سين أكبر من 3 وإحنا بنحل فصاد إيه هي الأعداد الأكبر من 3 فصاد طبعا فيه أعداد كتير 4, 5, 6, 7, 8 قول زي ما أنت عايز إلى ما شاء الله أو إلى ماله نهاية تعالى نرسم الكلام ده على خط الأعداد نرسم الخط المستقيم بتاعنا نبتدي نرص الأعداد بتاعتنا الصف يمينه الأعداد المجابة شماله الأعداد السالبة نبتدي نركز من أول فين من أول الأربعة يبقى نعمل دايرة كده ونلونها عند أربعة وبعدين نطلع خط رأسي من عند الأربعة وسهم رايح ناحية اليمين بيقول إن إحنا بدايتنا أربعة بس ملهاش نهاية مش هنقف عند عدد معين يبقى أربعة 5, 6 إلى ما لا نهاية ده تمثيل مجموعة الحل على خط الأعداد بتاعنا في مجموعة الأعداد الصحيح طيب تعالى نشوف مثال رابع المثال بيقول اوجد مجموعة حل المتبينة 2 سين زي 9 أقل من 1 حيث سين ينتمي لطه ومثلها على خط الأعداد خد بالك إحنا بنحل في طه تمام وبعدين طالب مني تمثيل على خط الأعداد جميل تعالى نبتدي ناخد المتبينة بتاعتنا 2 سين زي 9 أقل من 1 عايزين إيه؟ إحنا عايزين نخلي السين لوحدها في الطرف الأيمن يبقى السين مدايقها إيه؟ أحدد مدايقها 2 ومدايقها 9 طب نخلص على مين الأول؟ نخلص على التسعة إزاي؟ هنضيف عكسها أو هنطرح العدد ده يبقى حاجة من الاتنين يا إما تقولي بإضافة سالب 9 للطرفين بس ده يفضل لما نكون بنحل في صاد لأن المعكوس الجمعي ده موجود في صاد طب لو بنحل في طه إيه البديل؟ نقول بطرح 9 أو بطرح العدد 9 من الطرفين في كلتا الحالتين هتظهر سالب 9 أو ناقص 9 في الناحية اليمين والناحية الشمال بص كده المنظر هيبقى إيه؟ هيبقى 2 سين زي 9 ناقص 9 أقل من 1 ناقص 9 طبعا في الطرف اليمين 9 ناقص 9 هيروقوا مع بعض لأنهم بصف هيتبقى لتنين سين في الطرف الأيمن العلامة زي ما هي أقل من 1 ناقص 9 بيساوي سالب 80 طيب هنبتدي دهوقتي نعمل إيه؟ الدور على الاتنين عايزين نخلص على الاتنين اللي قدام السين طب نخلص عليها إزاي؟ برافو انتوا خلاص حفظتوا بالإسمة على اتنين أو بإسمة الطرفين على اتنين تعال نمسك الطرف اليمين ونقسم على اتنين والشمال ونقسم على اتنين اتنين سين على الاتنين فيها السين وسالب 8 على الاتنين فيها السالب 4 أصبحت المتبينة سين أقل من سالب 4 ركز ان سين أقل من سالب 4 غير ممكنة في طهر مفيش أعداد أقل من سالب 4 موجودة في مجموعة الأعداد الطبيعية يبقى مجموعة الحال بتسوي في ممكن نكتب رمز الفي زي ما انت شايفه قدامك على الشاشة دي أو بالصورة اتنين أقواس كده وجواهم فاضي ده برضو رمز من رموز الفي اللي هي المجموعة الخالية طيب ركز معايا ان احنا قلنا قبل كده ان مجموعة حل المتبينة ممكن يكون حل واحد ممكن يكونوا حلين ثلاثة أربعة أو أكتر وممكن يكون ملهاش حلول المسألة بتاعتنا دلوقتي ايه فعلا ملهاش حلول فين في مجموعة الأعداد الطبيعية طيب لو انا بحل نفس المسألة في مجموعة الأعداد الصحيحة لا هيبقى لها حلول فبتختلف مجموعة الحل من احنا بنحل فين في طه ولا في صاد بنستخدم مجموعة تعويض ولا بنحل في مجموعة عامة زي طه وصاد فعلشان كده لازم الإراية بدقة للمسألة ونعرف احنا بنعمل ايه بالزبط طيب تعالى نشوف مع بعض كمان مثال بيقول اوجد مجموعة حل المتبينة تلاتة سين ناقس اتنين اكبر من او يساوي اربعة حيث سين ينتمي لصاد يعني مجموعة الأعداد الصحيحة ومثلها على خط الأعداد طيب خلاص بقى ممكن تمسك الورقة والقلم وتبتدي تحلي وتسبقني كمان احنا هنبتدي نكتب المسألة بتاعتنا اللي هي تلاتة سين ناقس اتنين اكبر من او يساوي اربعة طيب عايزين دلوقتي نخلص على مين نخلص على التلاتة ونخلص على سالب اتنين طب هنخلص على مين في الاول برافو هنخلص على السالب اتنين باضافة معكوسها الجامعي نقول بقى معكوس جامعي كده واحنا متطمنين لان احنا بنحل في صاد طب ايه هو المعكوس الجامعي لسالب اتنين برافو عليكم موجب اتنين يبقى احنا هنقول باضافة موجب اتنين للطرفين طيب هيبقى الشكل بتاعي ايه بقى تلاتة سين ناقس اتنين زائد اتنين اكبر من اربعة اكبر من او يساوي اربعة زائد اتنين يبقى ظهر موجب اتنين في الطرفين بتوع المتبينة طبعا في الطرف الايمن موجب اتنين وسالب اتنين هيروحوا مع بعض فهيتبقى لي 3 سين فقط أكبر من أو يساوي 4 زائد 2 ب6 طيب الدور على من دلوقتي علشان نخلص عليه الدور على الثلاثة اللي هي أمام السين طيب نعمل ايه علشان نخلص على الثلاثة اللي قدام السين برافو عليكم هنعمل عملية الاسمة طيب هنقسم على كام هنقسم على 6 لا أمال هنقسم على ايه على 3 طيب اشمعنا هنقسم على 3 عشان العدد اللي قدام سين هو 3 طيب لما نقسم الطرفين على 3 تبقى 3 سين على 3 فيها السين و 6 على 3 فيها الاتنين أصبحت المتبينة في الشكل سين أكبر من أو يساوي 2 خد بالك احنا بنحل فين فصاد طيب سين أكبر من أو يساوي 2 احنا لو كانت المتبينة سين أكبر من 2 بناخد الاعداد اللي أكبر من 2 ايه هي الاعداد اللي أكبر من 2 3 4 5 6 وهاكذا طب أمال ايه علامة او يساوي دي اللي هو حاططها هتفرق اه طبعا لازم تفرق انت حضرتك هنا هتاخد اللي 2 واللي اكبر منها يبقى لو كانت المتبينة سين اكبر من 2 بناخد الاعداد الاكبر من 2 فقط انما لما يقول لي سين اكبر من او يساوي 2 يبقى هابتدي بالل 2 واللي اكبر من اللي 2 يبقى هنا مجموعة الحلة هتبقى 2 3 4 5 وهكذا تعالى نمثلة على خط الاعداد هنبتدي بالل 2 ونعمل من عندها خط رأسي ويمشي ناحية اليمين علشان الاعداد المجابة اللي بتلي ال 2 يبقى ركز لو هو اكبر من 2 ولو هو اكبر من او يساوي 2 الفرق ان اكبر من 2 مش هناخد ال 2 معنا مش هنعمل حسابها انما اكبر من او يساوي 2 لازم ابتدي بالعدد 2 وبعدين الاعداد اللي اكبر منها طيب تعالى نشوف كمان مثال اوجد مجموعة حل المتبينة 5 ناقص 30 اكبر من او يساوي 14 حيث سين ينتمي لصاد ومثلها على خط الاعداد طيب تعالى نبتدي نكتب المتبينة بتاعتنا 5 ناقص 30 اكبر من او يساوي 14 طيب نبتدي نقرر احنا عايزين نحزف مين عايزين نكانسل مين طبعا الاجابة عايزين نكانسل الخامسة وعايزين نكانسل السلب 3 عايزين نطرد دي ودي طب نطرد مين الاول البعيد عن السين اللي مش لازق في سين هو ده اللي ينترده الاول طب يبقى هنا هنطرد الخامسة طيب احنا بنحل الفصاد يبقى تعالى روح حات المعكوس الجمعي للعدد 5 ايه المعكوس الجمعي للعدد 5 سالب 5 يبقى همسك الطرف اليمين وحط سالب 5 والطرف الشمال وزود فيه سالب 5 فهيتبقى لي سالب 3 سين اكبر من او يساوي 9 بنقسم الطرفين على سالب 3 جرس هيرن احنا بنقسم على عدد سالب يبقى تاخد بالك ان العلامة هتتعكس بقت سين اقل من او يساوي سالب 3 هاخد السالب 3 والاقل منها يبقى سالب 3 سالب 4 سالب 5 الى مال نهاية نمثلها على خط الاعداد هنبتدي من عند السالب 3 ناخد خط رأسي ونروح ناحية الشمال ناحية الاعداد السالبة عشان نقوله الحل بيبتدي من سالب 3 ومعنا الاعداد الاقل اللي هي على شمال السالب 3 في نهاية حلقتنا بتمنى ان الطلبة تكون استوعبة الافكار اللي عرضناها واستفادت والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة